خزينة فارغة في بلد غني مثل العراق مؤشر واضح على سوء الإدارة وفساد الحكومات على مدى 17 عاما حجم الهدر المالي منذ عام 2003 يقدر بمئات مليارات الدولارات وذلك نتيجة فساد ممنهج ومشاريع وهمية أدارتها أحزاب متنفذة في ظل غياب التنمية وتدهور قطاعي الصناعة والزراعة نحو 360 مليار دولار أهدرت على مشاريع معطلة 6000 منها غير مكتمل أو معطل أو وهمي إضافة إلى وجود 50 ألف مشروع صناعي متوقف في القطاع الخاص فضلا عن 250 مصنع متوقف في وزارة الصناعة وكل ذلك بسبب غياب التوجه الحكومي لدعم الإنتاج المحلي ومن بين أبرز وجوه الكارثة الاقتصادية عدم حل مشكلة الكهرباء التي تعد المفصل الأساس في عملية التنمية وبغيابها تستمر عملية الاستيراد الخارجي التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة كل ذلك في كفة وانعدام الأمن الغذائي في العراق بكفة أخرى حيث يتعرض لتدمير ممنهج تقوم به طبقة من التجار المتنفذين الذين يمنعون ويعرقلون أي خطوة تدعم التنمية الذاتية وبهذا يبقى العراق سوقا لتصريف السلع والبضائع القادمة من دول الجوار ولا سيما إيران الأزمة الاقتصادية ظهرت ملامحها بغضوح مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حدود قياسية قد تكون الأعلى في تاريخ العراق إذ تقدر بنحو 50% فضلا عن ارتفاع كبير في معدلات البطالة في ظل غياب قوانين صارمة تطبق أي أصلاحات اقتصادية وعدم جدية الهيئات الاقتصادية في الدولة في تطبيقها ما يجعلها مجرد حبر على ورق معضلة العراق الوحيدة هي الفساد ولا شيء غير الفساد ولا يمكن حلها بالاعتماد على العملية السياسية الحالية لأنها مبنية أساسا على قاعدة فاسدة